السلام عليكم حلقة جديدة من لقبة كلاس ريال بحلقتنا اليوم عن نحكي عن الهيلر بطاقة جديدة تسريب عن نحكي عن موضوع كتير مهم حول انه هالأخبار الحقيقية والكذبية وشوية دلائل واشياء حتهمكم ان نتعرفوها خليكم معنا لنشوف الحلقة لوين حتاخدنا راجعين اذا يعني خلينا نقول بحلتنا اليوم لنحكي عن هذا الكرت الجميل بس قبل ما نحكي عنه خلينا نشيله ونقول شغلة كتير مهمة يا شباب في ناس بتقلي هل هل تسريبات حقيقية هل هي كذبية كتير ناس بتهاجم وبتقول هذا كله كلام كذب بكذب ما له حقيقي ما فيني المشكلة اني اجزم اذا هو كلام حقيقي ولا لا هي الصراحة لانه مصادري انا واثق فيها ولكن ليس مئة بالمئة يعني انا ممكن يكون واثق فيهم تمانين بالمئة تسعين بالمئة بس بظل في عشرة بالمئة يا اخي ما بتعرف شو ممكن يصير المشكلة بالتسريبات انه هي عم يكون في مرحلة اسم الالفة الالفة هي مرحلة كتير ضيقة قبل البتة قبل الاساسية يعني هي ثلاث مراحل الالفة بتكون كتير ضيقة وبيجربوا البطاقات والاختراعات كلها عندهم بالشركة بقلب المكاتب تبعهم يعني ما بطلع لبرة حتى لهالدرجة لستاف معين لناس معينين مشعني هي الموضوع ما له سهل وما فينا نصرح عن من منع منجيب التسريبات لانه بطلب خاص ولعب يعطينا التسريبات كمان يمكن انه ممكن حدا يستعملها هاي او يسوقها غيرنا يعني ولكن بديقلكم على شغلي يا شباب حعطيكم مثال صغير عن تسريباتي يو اوكي اوكي كلاس رويال اتنين ضد اتنين جديد الحلقة هاي نزلت بقناة الون جنجن ون يمكن انه جابت مية وستة الاف فيو بس قلولي اي متى من تسعة منثز يعني من تسع اشهر واكتر شوي انه اليوتيوب ما عطي احطيه كم يوم يمكن بعد الشهر هذا المقطع لازلت لكم يا من تسعة اشهر طوله عشرين دقيقة واربطعشر ثانية حكيتلكم فيه عن تسريب عم تشتغل في لابة كلاس رويال عن نمط اتنين ضد اتنين وحكيتلكم انه الشكل اللي بالصورة هو مالو الشكل اللي النهائي هنا عم بيدرسوا الاشكال وعم بيشوفوا شو ده بيزبط شو ما بيزبط وهذا الشكل اللي بالصورة مشكلته انه السحور الجماعية بتصيب كل التورات نفس الوقت والطريق الثالث اللي بالنصق له مشكلة حكينا كتير بهالمواضيع حكيتلكم انه هذا النمط هيصير بالكلان يعني انت تلعبوا بقلب كلانك مع اصدقائك بتذكروا هاد الكلام كله اذا هذا الكلام كله اللي احنا حكينا قبل تسعة شهر انتوا بتلعبوا اللي باليوم تعرفوا انه ما صر له زمان نزل اذا احنا توقعنا قبل خلينا نقول قبل بستة شهر يا اخي ما حقلك اكتر ما حقلك تمانت شهر قبل بستة شهر اللي احنا توقعنا اذا اا تسريباتنا اللي عم تشوفوها اليوم هي الفة اذا بتحبوا الاشياء قلولي هيضلش بلكون منها بس هي ما هتجي بالتحديس الجاي في ناس قالولي التحديس الجاي بطاقة الاسطوري بنعرفها هي الكزة فيه الخفاش فيه الكزة ما عرف مشاهدني هلأ امت عم شوفوا المقطع بس هم بيقولولي لا 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 انا ما عم بحكي عن التحديس الجاي انا عم بحكي عن الفة اللي لسه عم بيشتغلوا عليه وبده وقت لا ينزل اذا تحديسنا لليوم هو الهيلر الهيلر هو بطاقة جديدة اا فكرت فيه اللعبة اا كبطاقة اسطورية جديدة وظيفتها الهيلينج اا بتعرفوا من جديد نزل باللعبة مؤخرا بطاقة بتعمل هيل اا هاي البطاقة كانت شو بيسموها اا بتعمل مثل دائرة يعني مثل التسريع الغضب الكزة اا بس بتعمل بتعمل تطبيب لاليونيطات المصابة اا طبعا بطاقة لسه بتتغير عم بيلكم من هلا يعني بطاقة الهيلر هتتغير مو هتنشال بس هتتغير هيتسم تعديل على قوتها ووقتها وكل شي فيها اا لانه كثير في عليها شكاوي اا بس بطاقة الهيلر اللي بيعرف لابت بيعرف تماما انه الهيلر بكلاش اوف كلانس هو عبارة عن اا انسة بتطير الى جناحات اذا تتذكروا هذا الكاركتر ما حنحط صورته هون مشان ما نضيع اا بس هو كاركتر طائر لما فكروا انه بدون ينزلوا بهي اللعبة لقوا انه هيلر وطائر ممكن يكون كتير صعب على بعض الاستراتيجيات يعني انت فكرة انك منزل الكاركت بيعمل هيلو بيطير اا شوي مزعجة ما لا منطقية اا منقوا انه يكون الكاركت ارضي اذا هو جندي اللي هو على هذا الشكل اسمه الهيلر الهيلر او الطبيب خلينا نقول او المداوي اا او الاسم ما بابشو هي عربو يعني هنا بيختروا بيتختروا بالا افكار كتير اا البطاقة حتكون بتمشي باللين تبعك كل المعلومات اللي هالكوانا اللي وصلتني بالتالي اا بتمشي معك باللين تبعك محن ما بتنزلوا بضربة بمشي مثل اي جندي ارضي اا هاي البطاقة ما بتضرب اي ضربة ما عنده اي ضربة اا وظيفتها هي الهيلنج لما توقف يعني امت بتوقف يعني بتضل ماشية لتفوت بالتاور لا هي بتضل ماشية لاول ما التاور يضربها بتوقف انتبهوا كتير منيح لها الملاحظة البطاقة تتوقف عن الحركة لما تاكل دمج هاي اول اول بطاقة فيها يعني نفرض صار معركة وهي ماشية ام في واحد منيون صغير يعني او ضربه كتير ضعيف او سكيلاتون صغير غزة ضربة تتوقف عن الحركة اول ما يموت لسكيلاتون موقف الضرب عليها تمشي اذا هذا هو او بيمشي الهيلر هون عاملينه ذكر اذا هذا للبطاقة حيكون او يجدد شي فيها انه ما بيمشي لما ياكل ضرب اذا لما يوصل على التاور بياكل ضرب من التاور بيوقف اا عملوها القصة هنه مشان كزا تعديل ومشان ام تعمل خطط متل انك تبعث الهيلر يوصل ياكل ضرب تقوم بتبعث ماينر وتعمل مثلا زاب للتاور بيقوم التاور بيدروب الماينر بيقوم الهيلر بيضلون البعيدة ميم الهيل وما بيأكل ضرب يعني في هالحركات ما بعرف فلش شركة شو مفكرة ما بعرف بس هذا هو كل شي عن التحديث بتمنى تكونوا بها الحلقة ما حقدر للناس اللي بيحبونا كتير ما حقدر ان يعيد عيد هالكلام اللي أنا قلته بحلقات تانية خلص انتوا رحالكم بقى اي حدا بيكتب كومنتات بيسأل اسئلة عن او بيشكك بمصداقيتنا بيقلو له انه عمر ليكو فرجانة بالدليل شغله كيف وشو وضعه اذا لعن لعب اسمه صباح من العراق نعم لعب عربي المباراة ما في غيرها لليوم مباراتنا الوحيدة لليوم ضد لعب عربي يا سلام يا سلام عنده 4398 كاس هنزل المنين هون ولنشوف شلون بدا تمشي هالمباراة هنزل المنين هورت وهنزل زاب تمام يلا 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 تاور 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 نخلصو شكلنا خلصنا شكلنا خلصنا صعوبة لا ما خلصنا نركز على التاور الثاني هدفنا من التاور الاول انتهى يلا تاورنا الاول ماعد بالنياء اي ما معلمتوى بنداب زاب اي ما قمت بزاب ما في داعي زاب واحد من الجوبلينات المدربين كتير منيح عنه اذا هدى الجوبلي المدرب رمى ربح قاتل اخد التاور فيه اذا هجمة جديدة عم نشنا عالطرف الايسر احنا شفنا ان هو عنده بربريان انا ما عمركز هاي مشكلتي لما احكي او ايه لما اعلق ما بركز زيادة هل كان عنده بربريان ما عتلذكر زاب هون معلش شوي الضغط عالطور ما بحكي شي جوبلين دفاعيين طوراتنا بغاية هاللحظة ضد لاعب 4398 لم تمس لم تمس لم تمس اذا حتى الان ما في شعره خدشة طوراتنا يا شباب امورنا بخير وعم نحاول هلا نعمل شي تاعوا نحاول ننزل هذا هون وهدول هون اذا باستعمال الزاب نخدشوا طوراتنا بس اتوقع بسبب هالحركة اللي عاملة هو هلا يمكن يخسر التاور اللي عنده لانه 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 اللي هادا حياخد هدول على اليمين لانه معت عنده كتير شغلات يستعملها وهي زاب وهي كرة نارية ما ما اخرنا التاور لسأل بخمسمية نوعا ما منح نوعا ما منح هوت غولم دفاعي يلا غولم دفاعي من 6 سنين لحتى يقتل الغولم وكانت مباراة موفقة ضد صديقنا من قوله نعطيه لايك نتمنى انا التوفيق لصديقنا من العراق احباتنا بالعراق بالسعودية بالبحرين بالامارات بمصر بسوريا بكل مكان بالعالم وان شيرون تحية اتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الحلقة من لعبة آآ كلاش اوف آآ شو؟ من لعبة استنوا شوي اواقون تمشوا اتذكروا انه تعملوا لايك للمقطع وتعملوا زر الاشتراك في جام زر الاشتراك جرس او منبه كبسوا عليه كبسوا انه يجيكم كل تحديثات من القناة اليوتيوب عم اتضرنا كتير انه ما عم تبعث المقاطع طبعنا لكل المشتركين انتو بس عملوا هالشغلي هاي بصير فيه تأكيد انه يصاركم المقاطع من عنا بشوفوهم قريبا ان شاء الله وبع السلامة